الأبراج اليومية الثالث والعشرين من نوفمبر 2023 الخميس سيكون يوم الخميس يوماً مناسباً لحل المشكلات الشخصية وتمسيق العلاقة المهمة في الحب يمكن تذكر اليوم بتجربة ممتعة النزاعات اليوم ستدفعك إلى إعادة تقييم بعض علاقتك الشخصية أو المهنية يوم الخميس ستستمتع بالحديث مع الأصدقاء ومناقشة مختلف مواضيع الحياة شخصية أو العامة ستتلقى اليوم مجموعة متنوعة من المعلومات والتي يجب اختيارها حسب الأهمية لا تتسرع في مشاركة ما تلقيته الخميس هو اليوم الذي ستحلك فيه الفرصة لأثبات نفسك بما يمكنك فعله وبما تعلمته إذا ولدت تحت علامة برج الحمل أو الأسد أو القوس فصوف تفكر وتخطط يوم الخميس للإتراءات التي ستسعى لتحقيقها بحلول نهاية الأسبوع سيكون هذا يوما مهما لاحياتك العاطفية حيث ستكتسب تلك العلاقة التي يحددها القدر أو التي لها أهمية كرمية الاستقرار سيكون يوم الخميس يوما مناسبا لبدء علاقة رومانسية جديدة ولكن فقط إذا حدث ذلك بشكل طبيعي سيكون هذا اليوم مناسبا للاجتماعات والاتصالات المتعلقة بالعمل أو العمل إذا كنت من مواليد برج الحمل فإن الصراعات اليوم ستكون نتيجة لعاطفتك وإحساسيتك الأكبر إذا كنت من مواليد برج الأسد فستمكن اليوم من الالتقاء أو التحدث مع الأصدقاء وتنظيم الاجتماعات والتجمعات لطل نهاية الأسبوع الجديدة إذا كنت من مواليد برج القوس فلن تكون في أفضل حالاتك اليوم لكن لا تدع نفسك مكتئبة ومزجة سيئا لفترة طويلة يتطلب هذا اليوم إجراءات وقرارات محددة منك ترجمة نانسي قنقر